لا تخفي بريطانيا قلقها حيال احتمالات وقوة هجمات في مدنها على غرار تلك التي وقعت في باريس أو بروكسل بل إن البعض يقول إن لندن هي الهدف القادم وهو أمر تحسب له الشرطة ألف حساب ما نقوم به حاليا وما يتوقعه من المواطنون هو اتخاذ إجراءات احترازية وقد رأيتم ذلك خاصة في المطارات ومحطات القطارات لكن محاولات لزرع بعض الأفكار المتطرفة بين طلاب المدارس البريطانية تبدو أكثر خطورة وأصعب في المواجهة مدرسة إسلامية خاصة في يوركشاير تخضع حاليا للتحقيق من قبل الحكومة إثر اتهامات بترويجها للأفكار المتطرفة بين شباب المسلمين الدارسين فيها أفكار على غرار العداء الإسلامية والدعوة إلى الجهاد باعتباره واجبا إسلاميا وهي بالطبع أفكار شديدة خطورة بالنسبة للقانون البريطاني المشكلة أن هذه الأفكار قد تقع في أيدي أولئك الراغبين في بث السموم في عقول الشباب وهذا يجعلها شديدة الخطورة ويجعل التعامل معها أمرا ملحا لكن هذه المدرسة ليست وحدها فمدارس كثيرة غيرها لا تخضع للإشراف المباشر لوزارة التعليم البريطانية ما يعني أنها قد تكون ساحة أيضا للمتطرفين للترويج لأفكارهم رغم أن الحكومة تعهدت العام الماضي بتقييم نشاطها وإغلاق المخالف منها وبحسب خبراء أمنيين فليست المدارس الخاصة فقط بل إن بعض المدارس الحكومية نفسها كانت أيضا وسيلة لترويج الأفكار المتطرفة مؤشرات تعكس أن المواجهة الأمنية قد لا تكون كافية وحدها بل لابد من مواجهة سياسية وفكرية على مختلف الأصعاد أشف ساعت سكينيوز عربية لندن